الحمد لله على السلام يا سلطان معاك سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بيكلمك مرحبا سلطان الحمد لله على السلام ووصولك القاعدة الفضائية وحمد لله على سلامتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طويل عمر الله يسلمك ويطول عمرك الحمد لله وصلنا لمحطة فضاء الدولية ونحن بأحسن حال وسعيدا وسعيد بوجودي في هذا المكان ونتمنى أن تواصل معاكم إن شاء الله على مدارة ستة شهر قادمة إن شاء الله وأنا أبشرك أن شباب دولة الإمارات والشباب العربي هم يلاحظونك يعني ويتمنونك الخير شكرا يا طويل عمر أنا لا زلت أستذكر وعدك لزميلي هزاع المنصوري لما وصل لهذا المكان في 2019 وذكرت من قبل والآن أقولها يا طويل عمر أنا ربما كنت أسعد شخص بهذا الأمر وهو دلالة على استمرارية الإمارات في هذا المجال ربما اليوم سلطان ولكن بالتأكيد هناك في أشخاص راح يتبعون أثر زميلي هزاع المنصوري في المستقبل ويكملون هذه المسيرة إن شاء الله وهذا اللي انتمنى ويعني شو الأبحاث اللي تسويها الحين هناك من بعض الجامعات اللي موجودة هناك نعم طويل عمر نحن من اليوم الأول ونحن عندنا جدول مزدحم حاليا في طاقم راح يغادر المحطة بعد ثلاث أيام وطاقمنا راح يستلم المهام هذه كاملة وعلى مدار ستة أشهر فيه هناك أبحاث علمية تقريبا عندنا عدد لا بأس به من التجارب العلمية اللي بتشارك فيها دولة الإمارات العربية المتحدة جميع وكالات الفضاء العالمية وبالتحديد عندنا تجارب إن شاء الله من دولة الإمارات العربية المتحدة اللي بتحمل بصمة إماراتية إن شاء الله ومن الأبحاث العلمية يا طوي العمر نحن كرواد فضاء نكون مادة للبحث انعدام الجاذبية لها تأثير بالغ على جسم الإنسان ونحن عندنا خطة طموحة مثل ما تعلم يا طوي العمر بإن شاء الله يوم الأيام راح ينزل الإنسان مرة أخرى على القمر وربما المريخ فلابد من الضرور مكانه نعرف تأثيرات انعدام الجاذبية على جسامنا وهذا اللي بالفعل قاعدين نخوضه يوميا ناخذ تسجيلات وقراءات على جسامنا والتأثير الفضاء بحيث أن نتلافى مخاطر هذه في المستقبل أخ سلطان هل تأقلمت الحين على المحطة الفضائية طويل العمر أنا ربما كنت مازح الجميع أقول لهم عندنا سهيل ربما أحسن مني في الإنعدام الجاذبية في الحركة أنا لا زلت أتعلم ولكن إن شاء الله أن الحركة تكون أفضل في الأيام القادمة شكراً يا طوي العمر وسعيد بهذا الاتصال شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً